مرحبا أصدقائي تحية طيبة لكم وهو هذا الأونر 10 أكس لايت صاحب هذه اللونين اللي يشوفوها أمامكم سميت هذا الهاتف بالصفقة الناجحة وهذا الشيء أكيد لازم تكون إلى أسبابه لازم تكون المواصفات اللي موجودة بداخل هذا الهاتف مقارنة بالسعر هو في الصفقة الناجحة لليوم للأشخاص اللي حابين يستثمرون بهاتف من شركة أونر إذا أنت شخص تبحث عن حجم بطارية ممتاز مع شحن سريع أكيد مع حجم شاشة ممتاز وسعر مناسب مع معالج مستقر رح يكون الأونر 10 أكس لايت هو خيارك الأمثل كل هذا وبداية أي مراجعة نركز بها على نقاط القوة اللي يتميز بها هذا الهاتف هذا الهاتف يتميز ببطارية بحجم 5000 ميلي أمبير مع الشحن السريع هو تايب سي هذا الشيء الممتاز بصراحة بقوة 22.5 يعني هذا الهاتف هو قادر على الشحن تقريب بغضون 35 إلى 40 دقيقة ممكن يشحن معك هذه البطارية بطارية بحجم 5000 على عتاد متوسط اليوم حتنطيك استخدام جدا ممتاز هذا الهاتف ممكن إذا استخدمت استخدام متوسط الأداء يعني ملودت علي تجربتك الكاملة أعتقد أنه حيقا معاك يوم ونص وداء لودت علي باستخدام جدا مكثف ووحي خلص معاك اليوم بالراحة ثاني نقطة قوة يعتمد ويتمركز علي هذا الهاتف هو حجم الشاشة العملاق نعم أنه هنا هنا حجم شاشة جدا كبير مع ريزليوشن جدا عالي وهذا أهم نقطة الشاشة هنا 6.67 إنش راح تكون بدقة وكتابة 1080 في 2400 نعم فول HD بلاس هذه الشاشة هي من نوع الاي بي اس أكيد هذا الشي تعودنا علي من شركة اونر حتى تخففنا من سعر الهاتف نفسه معدل التحديث هنا 60 رفر شريت وأنا عن نفسي بصراحة ما أحتاج التسعين لأنه اليوم ماكوا تطبيقات كثيرة مع ألعاب كثيرة هي تتعاملنا التسعين وبنفس الوقت هذه التسعين هي تستنزف حجم البطارية أو قوة البطارية بشكل جدا خرافي أما بالنسبة للتجربة فمثلها مثل شاشات الاي بي اس كثير اليوم تطرح بالأسواق ولكنه بصراحة زوائر رؤية ممتازة لألوان وتشبهها جدا ممتاز عندما تقلب الهاتف لليمين واللي يسار ما تشوف أنه عندك انكسار باللون الأسود وبشكل جدا مزعج فبالنهاية بالنسبة لي كانت الشاشة ملائمة للقيمة السعرية اللي راح تدفعها بهذا الهاتف ثالث نقطة قوة يعتمد عليها هذا الهاتف ويتمركز عليها الداكرة داخلية 128 جيجا بايت نعم مع عشوائية أربعة لا ويمكنك أنه نتضيف مايكرو اس دي اللي يصل إلى 512 جيجا بايت أعتقد أنه عتاد التخزين اللي موجود على هذا الهاتف عتاد جدا قوي بصراحة واليوم منحصل على كثير الهاتف تجي بهذه الفئة السعرية نفسها منتهت مفاجآت هونر اللي هنا عدنا أربع كاميرات موجودة بالخلف زائد كاميرا أمامية متخذة بالشكل المستطيل الأربع كاميرات اللي موجودة بالخلف وبشكل عصري جدا ممتاز زائد الكاميرا الأمامية اللي موجودة بثقب في منتصف الشاشة نفسها طيب بالنسبة للكاميرا الأساسية هي 48 ميجابيكسل زائد كاميرا 8 ميجابيكسر راح تكون عريضة جدا كاميرا 2 هي للعزل وكاميرا 2 للماكرو ممكن أنه هذه الكاميرات ما راح تستفاد من عدنه بشكل جدا كبير أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 800 ميجابيكسل هذه الأرقام التجربة شنو قالت التجربة قالت أنه هذه الكاميرات هي مثلها مثل الكاميرات اللي اليوم نستخدمها على أغلب الهواتف ولكنه بصراحة أتات شركة أونر من ناحية تضبيط السوفت وتنسقة مع الكاميرات نفسها أشوفه ممتاز جدا ما أكفت نقوصات جدا كبيرة هذه الكاميرا قادرة على تصوير الفول اش دي الفور كي ما مدعوم وضعية النايت مود يحتاج لها شوي تضبيط إذا استعملت هذه الكاميرا بدرجة أضاءة ضعيفة ومتوسطة ممكن هنا تواجه شوي مشاكل موجودة ولكنه إذا استعملتها بدرجة أضاءة ملائمة لهواتف محمولة وإنت كنت شوي شاطر حتى تأخذ الزاوية المناسبة حتطلع لقطات جدا رائعة بهذه الكاميرات معالج الهاتف المخضرم من شركة أونر هو 710 أي كرن هذا المعالج بصراحة قد يكون هو قديم نوعا ما مع عمالي 51 ولكنه بصراحة ما قاعد أشوف أنه بيه تهنيك قاعد أشوف أنه مشغل الهاتف بكل أريحية ومعنى الكلمة وأنا مسؤول عن هذا الكلام يشغلك لعبة بوب جي بالإعدادات المتوسطة اللي اليوم يشوف أغلب الهواتف الشغلة لا ننسى أنه الذاكرة الأربع العشوائية ممكن تكون هي فد عامل جدا قوة حتى يساعد هذا الهاتف بأنه يكون هاتف مستقر الأداء خلينا نتكلم إحنا وياكم على التصميم ولكن قبل أتكلم عن التصميم عندي ملحوظة جدا مهمة الألوان اللي متوفرة معي هو الجرين الأخضر والبلاك الأسود إذا أخذت اللون الأخضر هتحصل على ميت أو خلفية مطفية هي غير قابلة لترك البصمات نعم واليوم تحسسك هذه فخامة جدا عالية وإذا أخذت اللون الأسود هيكون هو مقرب للأجهزة اللي تكون باك كفر الخاص به هو عبارة عن نانو سيراميك ولكنه بالحقيقة هو التصميم الكامل للهاتفين من البلاستيك هنا عندنا من الأسفل المنافذ اللي تحتوي على الصوت زائد منفذ السماعات زائد التيب سي للشحن من الجهة اللي يمنى عندنا بصمة هذه البصمة بصراحة أنا شخصيا ما أحب وجودها بالجنب أحب أن تكون البصمة بالخلف أو ممكن تكون داخل الشاشة نفسها ولكن هنا أنا بما أنه هذه الشاشة هي IBS فنحتاج أن البصمة ما تكون بداخل الشاشة نفسها ملحقات هذا الهاتف هو NFC موجود زائد بلوتوث جيل الخامس زائد الراديو FM وكل هذه إضافات ممكن أن تستثمرها وتستعملين قبل أنهي الحلقة هذا الهاتف هو يجي بدون خدمات جوجل كل احتمادة على Huawei Huawei Services أو خدمات Huawei اللي موجودة اللي اليوم أنا أشوف بها استقرارية صارت جدا عالية والأب قلاري اليوم بدأ يضم أكبر عدد من التطبيقات نفسه مع الأب فايندر والبتال اللي تقدر تستعملهن طيب بالنسبة لموعد إطلاق هذا الهاتف والحجز المسبق كلنا راح تلقوهم بالوصف زائد أنه السعر للهاتف هو 169 دولار أتمنى عرفناكم على هاتف جديد من شركة أونر هاتف يستحق الاقتناء والتجربة لأنه بصراحة كل اللي موجود به هو من العتاد المتوسط إلى الفئة الاقتصادية ونلتقى بحلقات قادمة في أمان الله